نهارده الرئاسة مكتب الإقلامي لرئيس الجمهورية أعلن تشكيل لجنة فحص حالات الشباب المحبوسين من خمس أعضاء الحياة الأسامية كلها ممتازة دكتور أسامة الغزالي حرب الكاتبة ناشوالحوفي محمد عبدالعزيز عضو المجلس قومي الحوالإنسان طواطر الخولي عضو مجلس نواب وكريم السق ابتدى بالفعل فحص الأسماء طبقا لمعلوماتنا واللتصريحات الموجودة وكمان أعتقد أن فيه موعد لمراجعة كل ده وموعد دوري حيكون فيه موعد يوم 30 نوفمبر أعلنته الرئاسة واللجنة حتستقبل ملفات المحبوسين من لجان حوالإنسان في مجلس النواب والمجلس قومي الحوالإنسان فالمجلس القومي الحوالإنسان حيحضر أسماءه المجلس النواب كمان حيحضر أسماءه معظم الاتجاه الآن هو للإفراج عن الشباب المحبوسين في قضايا التظاهر ممن لم تصدر بحقيم أحكام المحبوسين احتياطي دول اللي غالبا حيتم الإفراج عنهم يعني إن شاء الله ينالهم هذا الإفراج كل ما نتمناه أن هذه اللجنة تكون لجنة حقيقية وإنها تنتهي بنتائج حقيقية ما نلاقيش إن النتائج هي إفراج شرطي لنص المدة أو لجرائم جنائية أو غيره إحنا عايزين إفراج عن الشباب الممسكين في قضايا التظاهر أولاً ممن لم يثبت تورطه وممن لم تصدر بحقيم أحكام اتنين بقى نبتدي نتكلم عن العفو بس لازم ناخد الحكاية على خطوتين الخطوة الأولى هي الشباب المحبوس احتياطي في قضايا التظاهر هاي لازمة يعني بصراحة يعني موضوع لازم كله يتغير خاصة عن التظاهر السلمي ده لازم الشباب دول يخرجوا تخيالوا كام أسرة كام أسرة وكام أم حياتهم هترجع مرة أخرى بعودة أبنائهم اللي ما عملوش حاجة غير أنهم معبروا عن وجهة نظامها صحيح مخالفة للقانون ولكن لما تعوزت ربي ابنك ما تكسرلوش دراعه علموا الأدب بس ما تكسرلوش دراعه ما تكسرلوش رقبته لأنه في النهاية لما بيكسر هيطلع لك يعني مليء بالغضب